مشاهدين أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج الساعة الاقتصادية إذن استحدثت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البيئة تطبيقا جديدا لتسيير النفايات على مختلف البلديات على المستوى الوطني تشرف عليها الوكالة الوطنية لنفايات كيف يعمل هذا التطبيق كيف يمكن للمواطنة الاستفادة من هذا التطبيق لتسيير النفايات على مستوى الأحياء وحتى البلديات هذا ما ستوضحه لنا ضيفتي في البلاتوسيدة فلا محي الدين رئيسة مصلحة على مستوى الوكالة الوطنية لنفايات أهلا ونسهلا بك عيشكم بك مساء الخير لكل مشاهدين مشاهدات الانت مساء الخير لك ونشكراك على الاستضافة العفو أهلا بك فلا إذن لو توضحي لنا هذا التنسيق بين الوزارتين لخلق هذا التطبيق الذي تشرف عليها أقول الوكالة الوطنية لنفايات الوكالة الوطنية لنفايات هي هيئة رسمية تقدم المرافقة التقنية للجماعات المحلية يعني في هذا الإطار قامت الوكالة وقامت القطاعين يعني قامت القطاعين البيئة والداخلية يعني ضافرت الجهود من القطاعين عبر الوكالة الوطنية لنفايات أنها درنا تطبيق تطبيق اسمونا ديف تطبيق نضيف هذا متواجد عبرها متاجر فليستو حاليا قريبا إن شاء الله لأبطر هذا يقدر كل مواطن عبر التراب الوطني يستعملوا كفاه وفي أي إطار يعني هذا المواطن يكون عنده إشكال في تسين نفايات يعني كنت دبدب في عملية رفع النفايات أو جمع نفايات ولا تكون نقاط صوداء على مساوى الحيطاع ولا على مساوى وين يكون يعني يعني أنا مثلا في الحيطاعي كين نفايات مجاوش رفضوهم نستخدم هذا التطبيق نعم ساهمينا كيف ذلك هذا التطبيق كامل دكاعدنا يعني هواتف دكية نحملوها على الهاتف نحملوها على الهاتف تروح من بسجر بلاي ستوخ دير نضيف نضيف باللغة العربية أو نضيف NDEF باللغة الفرنسية هو متواجد يعني بتلتلغات يعني الفرنسية العربية والإنجليزية يقدر المواطن يحملوا ثم يستعملوا كيفاش طريقة الاستعمال يكون في المكان هدك يعني لازم يكون في المكان ما يحملناش يعني إحنا مخلناش مفتحناش المواطن أنه يحمل صور من لغة الغي على كان بزاف مواطنين نسألونا قناع وليش ما نقدروش نحملونا أخذ صورة لأنه هنا المعلومات يعني يفافوصل هدوني تعنا لازم يكون في المكان هدك لازم يكون في المكان هدك يعني صورة مباشرة مباشرة لأنه يكون لجيولوغاليزة موقع الجغرافي لهذاك المكان علاش حبش كي الجماعات المحلية يدير تدخل ميداني تعرف المكان وين لذلك هدك المواطن كيف الشي يستعمل يروح يدير يتبع لازيطاب يعني سهلة جدا بساتل يعني الاستعمال وكان ينصور يعني من فهم تقدر دير طبيعة الشكوة تاعة والنفاية تواك وشنهما يعني على وش نقدر نشكيو على جميع النفايات نفايات المنزلية وما شبهها نفايات الخضراء نفايات الصلبة يعني لتوسكي غافة وكامل لأنه احنا نخدمه مع الجماعات المحلية والجماعات المحلية بلديات أو مؤسسات رفعة وجمع نفايات يعني لازم نفهم وبرك المواطن أنه الواكالة هي واسطة واسطة بين المواطن والجماعات المحلية نفاد الإثار أنه ندرنا هذا الابتكاشون باش يعني المواطن ما يزيج تيشقال بلدية وليكن عنده إشكال ياخد صورة يعني يقدر ياخد من صورة إلى أربع صور وأنه نطلب من المواطن ولم يستخدم هذا التطبيق أنه كياخد صورة يعني ياخدها مليح ماشي أنا نشوفه يعني حاليا يعني أطلقة هذا التطبيق في 13 جولياء 2023 يعني ما عندوش بزاف الناس تستعملوا بزاف عدنا بزاف شكاوية حقنا عريضان دو صورة يعني الإشكالة لو هنا الناس يحب تغير يلقاوا هذه الأداة هذه أنها تسهل لهم باش يغيروا ويحسنوا من من الانفيرونمون يعني من البيئة دوك أنا نطلب منهم أنهم ياخدوا صورة وأنهم يكون نعرفوا لأنه دوك نفهمك علشاني نطلب من المواطن أنه ياخد صور وعبيرة تكون صور باينات على الماكان مشي أخد هكذا ينفوتوا وين كاييني فيتف أن تطوطوا على بنا شوين فاس بصح كايين جيولوكاليزاسون غير ما من بصح لبقيمة جيولوكاليزاسون عارفوا بلي كايين حدود بين بلدية وبلدية بين شارع وشارع يعني باش نعرفوا تكون عندنا شغل عن فوان وين نعرفوا وين جاي يكزاكتمو وان غير ووالا دوك نطلب منه أنه يقدر ياخد من صورة إلى أربع صور وعندو يعني يعني مين ما تخدمت شكوة وشاف ويجوز عليها ولي راي في الحي تاو كل يوم مساعلنتك مثال أنه شاف بلي ما تخدمت يقدر يعود 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 ما تخدمت الجماعات المحلية لازم لهم اخد شي يعملو في الميدان لأنه على بنابلي لازم في الميدان لازمنا ماتغية لازمنا نهاز يعني هدو الشكالة على الميدان اللي راهو حاليا في الجزائر في مجال تسيير النفايات لكن نخلو له خمس ايام للجماعات المحلية وهذا لازم نعرفو أن الجماعات المحلية كيفاش نعملو معهم طريقة العمل معهم كيفاش نحن نخدموه بالتعاون وبشاركة كل ولاية كل دائرة على مستوى الوطني عندهم تطبيق نظيف يعني تلحق له شكاوية للجهات أوتع الولاية والبلدية ويتخلوا ميدانيا لا شافوا بالإشكال مثلا كما يكون انتغان تاعة خيفة ما يقدرواش يدخلوا ما يقدرش جماعات المحلية تدخل لأنه تابع للخواص تابع للخواص يعني انتغان تاعة الخاص في هذه الحالة ما يقدرواش يدخلوا يعودوا الجماعات المحلية يرجعون قال باللي ما ندخلوش وعلش ما ندخلوش لازم يقولونا وعلش بهذا التطبيق هذا هي آدات للمواطن باش نسهلوله ونحسنه من إيطار معايشيته ومن جهة الأخرى لجماعات المحليات كذلك أننا نجيبه إمسائيات ونعرفه بره في تسجيع نفايات على مستوى الوطني باش نسيبه حلول هي أننا نحسنه كيفاش نحسنه لازم نسيبه حلول باش نسيبه حلول لازم نعرفه الإشكال وإنه وراهو المكسيال وراهو الإشكال يعني المواطن يقدم شكوى حول نفايات يرى ويشوفها في الشارع وفي الحيد يالو ويقدر يتباحها عن طريق الهاتف النقال حتى يتم رفع تلك النفايات ولا على الأقل يتلقى رد عن سبب وجود تلك النفايات في ذلك المكان ربما لو توطينا أكثر خاصية هذا التطبيق خاصية متواجدة على بلايستوخ متواجدة للتطبيقات يقدر يستعملها 24 ساعة 24 ساعة سبعي أيام على سبعي يعني كل وقت يقدر يستعملها المواطن أنه إلي جيولوكاليزي ومن فتنالهم مش لقال غيني فهمتك وعليش من فتنالهم مش لقال غيني أنه تكون لدينا صورة دعا المكان طحنا في حالات والمواطن يصور نام أم بي سي ولا مأنت التليفون يعني لازم تكون صورة مباشرة باش تعرفوا المكان يعني يمكنكم نتحددوا مكان هذا النفايات ونراهي طبعا أكيد لأن جماعة محلية تقدر تروح تدخل ميدانيا نعم وعلى وهذا غير في تسيير نفايات يعني الإشكال تكون في نفايات راقت بس كما يبعتون المواطنين كما يبعتون يكون عندهم إشكال في المياه وتعلي هذوك مشيخة يعني خارج عن نطاق يعني إحنا المهام تعنا أنه ندخلوا في النفايات مشيحنا نديروا رفع النفايات إننا واسطة بينا راكي تقولي بأنه هذا التطبيق عنده قرابة الشهر من اللي انطلق يعني أكثر من شهر من اللي انطلقوا كيف تقيمون يعني الأسبوع الأولى من هذا التطبيق كيف تجاوب عدد شكاوى اللي رأي تلحق يوميا أي نوع من الشكاوى اللي رأي تلحق الوكالة كان إقبال كبير على هذا التطبيق نابلي مواطن جزائري واعي يعني واعي حبي يدير تغيير فالك ملقاش كيفاش نحن رأينا هنا نحن هنا في الخدمة وخدمة المواطنين كان إقبال كبير قلت لك ليما تلولين حتى الحد يعني الحد الآن عندنا من 150 حتى الميتين شكوى يعني يوميا 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 نعم يعني من هذا الأنصينا اللي هنا رأينا بقي أكثر من 8000 شكوى حقنا هاد شكوى فيها تدبع من يطرف النفايات وفيها النقاط السوداء أنا نتكلمش بي عن نقاط السوداء نقاط السوداء أنا حابة نجوز مساج للمواطن نعم فقط قبل ما تحدوا عن نقاط السوداء أنت يقول تيت 8000 شكوى تم معالجة تم معالجة كم من شكوى لحد الآن شوفي المعالجة نقول لك بلك قريب 40% تم المعالجة منها مش شي كامل لأنه الجماعات المحلية سينوت جديد هم يخدموا به وكاين اللي تم الرد وكاين اللي مازال ما تمش الرد يعني رانا في العمل في إطار يعني لازم يعرف المواطن أنه كل شكوى تعوه ما كانش رد يعني يعني ما كانت معالجة ميدانيا لكان يتلحق الجماعات المحلية وكان لوطن يفايت مع الجماعات المحلية هم يعملوا يعني يعني هم فيها عن السويفي بجأن ها يتحلل المشاكل هذي يتحلل المشاكل ميدانيا وماذا عن نقاط السوداء اللي حابت تحدي عليها أن نقاط السوداء وماذا تقصيدين تحديداً بالنقاط السوداء؟ أنه يكون رمي عشوائي في مكان المنزم يكون فيه رمي أنه لم يكن عدم الإنقرام يبدأ الواحد يرمي أنسى شيء ومع ذلك يأتي لأخر مرة شوية بشوية فهذا النيقاط السوداء أنا أطلب المواطنين أنهم يرموه في أي مكان ومشي في أي وقت ويخلوا نفايات تحم المنزلية يعني نفايات المنزلية يخلفها يومياً يرميها في المكان هذا الدد من طرف الجماعات ومعنا مش فئة أنا بنا باللي كيناك عميون نجوز في وقت الدد نسيوه نرميوه كي يقرب الوقت ذاو لأنه أنا بنا تانيت أنه كي الناس يجي ترفض للنفايات الفلاسيكية أنا ندير طلب المواطنين أنا نبدو نديرو نفرق ونديرو التفريقات على النفايات لأنه نفاية تنتمنوها نفاية عندها حياة جديدة ونفاية تخلق المناصب كي الناس يتعمل وتسترزق من هاد النفايات نفايات احنا منشوفوهاش نفايات النفاية عندها قيمة والنفاية عندها حياة أخرى لو كان نطلب المواطنين لأنهم يبدو بأنجرس تسامل لأنهم يحبوا يعني كان قاعنا نشربو المياه في قارورات بلاستيكية نحطوهم في نديرو برقصة شيات تاع بلاستيكا سيدي بلعق بلعق يعني كانت فيه بعض الأماكن بعض البلديات لفصلة في النفاية الفرز الانتقائي بين البلاستيك وحده ولكن لو تعمم هاد المبادرة على كل بلديات ماذا بينا ان شاء الله احنا عشان نديرو في توعية وتحتيز الوكالة تنيت عندها مهام توعية والتحتيز نوع المواطن نحسوه على هاد النفايات أنا نرميوها شوين جات وعش من ديروش الفرز الانتقائي ملازل نحط البلاستيك وفي إطار تنيت الوكالات تعمل مع الجمعيات المجتمع المدني هنا هادك القرورة بلاستيكية نفرقو هادك البوشون ونحطوه ووحدوه ونعطوه الجمعية الجمعيات هادية كان جمعية يعني لا يدخلهم يعملوا عمل بيئي وكانت إنساني هادوك البوشون هادوك ينطموهم دوهم لهم يبيحوهم ويجيبوهم هادوك البوشونات يشربوهم دوال الأطفال يعني الوكالات تعمل في هذا الإطار مع المجتمع المدني يعني هو حلقة تنسق مع المجتمع المدني كما تقدر تنسق مع السلطات الوصية لخلق هادو الأماكن وين يرميوا البلاستيك وكما هو معمول به في مختلف دول العالم الوكالة الوطنية للنفاية تعمل يعني على هادشي يعني ركو تنسقوا مع السلطات الوصية طبعا ننسقوا مع السلطات الوصية لأن باش نحسنوا من تسليل نفايات الوطن دينا باش نحسنوا الإطار المعيشي والبيئي باش ماتموش عندنا على ما مع الصحة دينا يعني نعم كما ذكرت منذ قليل فقط بما أنك قلت نحن نورانا ننسق مع السلطات الوصية والجماعات المحلية خاصة هناك لما ذكرت نقاط سوداء هناك بعض البلاديات اللي ما عندها شوين ترمي نفايات بعض الأحياء اللي ما عندهمش ربما لو تنسقوا أيضا في هاد النقطة مع السلطات الوصية محلية باش ما ما نشوفوش نقاط عشوائية ونقاط سوداء نقاط سوداء دوما هي مسؤولية جامعة يعني مسؤولية الجماعات المحلية ومسؤولية المواطن كذلك صحيح نحن كوكالة نخرج الميدان يعني نكون نتحدث مع المواطن نعم نحن في نعطيك ديزان نكدوت ولا امتلا باش من الواقع يعني نواقع ليشفله ميدانيا ونروحنا دي سيتين يقولك ما عدناش ليباك وكينر معي شوائيين نقطة سوداء نروح نديروا ديجات نروحوا مع الجماعات المحلية نرافقهم يعني باش يصيبوا الإشكال يعني هادا ونصيبوا حلول هاد الإشكال نلقوا بل المواطنين ما يحبوش يديروا ليباك قدام ليباك المنتوحهم مثلا نعطيك ميتان نعطيك ميتان في حي هنا في الجزائل العاصمة وين رفدوهم ورماوهم اكسروهم يقولك أنا متحتديش قدام داري نروحو الشيماديركتور ليتعمل فيه الوكال وطني يعني ما هوش مكانها يعني أمام المنزل المفروض خصيص أماكن محددة يعني أماكن محددة كاينة تدرس أماكن محددة نعم يتم دراستها بش تكون بعيدة لوعا ما على البيت أكيد أكيد احنا الوكالة يطلبوا ليسا في طبعنا وين أنا نديروا الدراسة شي هكا دراسة على شحال كاين سكانين حالما يخرجوا يوميا النفايات وحهم بش نعفو اللي باكيت قطوا لهم الحاويات مش حالما ندورها لازم تكون يعني في اليوم وشنو هو اللوتي بتاع الكاميون وكهدو كامل تدرسوا الوكالة تعمل في هاد الإيطار مع الجماعات يعني وعندكم أيضا حملات تحسيسية لتحسين تسير النفايات نعم أكيد التوعية والتحسيس لازمة وواجبة في هاد المجال يعني احنا كيما الوكالة حاضرة يعني ولا شفتها بقوة فعلى يعني في صفحاتها الرسمية شوف ينخرجوا ميدانيا نديروا التوعية وتحسيس مع الأطفال طفل يعني طفل اليوم هو يعني مواطن الغد الطفل سي امبورطان بسك الصفحة بيضاء وكين تتعلمي له البانجيس ووالله هلو بارنتاو يتبع دونك حنا نروح للمدارس نديروا التوعية وتحسيس على مستوى الأحياء يعني نديروا لجورني ديتود يعني حاضرين ورانا هنا نعملو مع المواطن وفي الإيطار باش نحسنو هاد التسير نفايات جنرال على مستوى الوطني نعم وثوما أيضا نشتين على مواقع التواصل الاجتماعي جدا نفاشتين نعم نعم شكرا لك فلا محي الدين رئيسة مصلحة على مستوى الوكالة الوطنية لنفايات شكرا لك على كل هذه التواصل شكرا لك العفو مشاهدين بهذا نكون قد وصل لاختنا برنامج ساعة الاقتصادية في أمانيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة